أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكرهم من ربهم محدث إلا استمروا وهم يلعبون لا يتروا قلوبهم وأسطوا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم قولة السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أغاث أحلام بل افتراه من هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلا من قضية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا موحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تحقلون وكم قصرنا من قضية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قضما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلهم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له أن نتخذناه من لدنا إن كنا فاعبين بل نقدف بالحق على الباطن فيذمره فإذا هو زاهق ولهم الويل مما تصفون ولهم من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحيي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقد اتخذ رحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبحونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشبعون إلا لمن ارتطى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الوالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوا وهم عن آياتها موردون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقهر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لمشاء من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والصير فثنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن من كافرون خلق الياسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجدون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهرهم ولا ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استوزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل مع ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من الناس حقون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نت الأرض نرقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مست نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضار موازين القسس وليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقى لحبة من خردر أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفاتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجدنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال با ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرقن وأنا على ذلك من الشاهدين وتضغى لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الله قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأفقوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على أرسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلهم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعبدون قالوا حلقوا ونصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين لا يناركني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ونوطا إلى الأرض التي باردنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإطام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعيما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوسوا فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إن هذا من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوين فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرق إن نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلمه وسخرنا مع داود الجبال يسرزحن والطويل وكنا فاعلين وعلناه صنعة له سلكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأبده إلى الأرض التي باردنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يرسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوبا إذ نادى ربه أني مس ليضبق وأنت أرحم راحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ظل وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من أهدنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك في كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني ذهبا غاضبا فظنى لن نقدر عليه فنادى في ظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغضم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذغني فردا وأنت صير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسالعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا صاشعين والتي أحصلت صرجها فنفصنا فيها روحنا وجعلناها وابنها آية العالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعدون وتقطروا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعبه وإنا له كاتبون وحرهم على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدق ينسلون وقترب الوعف الحق فإذا هي شافصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما أمردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفروا وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها على البادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربي حق بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتفقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى المناس سكارا وماء بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجالب في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبدو أشجدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للحمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله بعثما في الخبور ومن الناس من يجارب في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا فزنه والليقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الطلال البعيد يدعو لمن ضره أمره من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا عن الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هل يذهبن كي يمو ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هدوا الصابين والنصار والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والذواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصفهم ينفق روسهم الحميم يصحروا فيما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كل ما أرادوه أن يخجوا منها من غضم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهبهم وللؤا ولباسهم فيها حليل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنا كلناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشركه شيئا وطهي البيت للطائفين وطهي البيت للطائفين والقائمين والبكع السجود وأذن في الناس الحد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عديم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بئمة الأنعام فكلوا منها وأطعيوا البائس الففير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يكلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول السور حنفاء لله غير يشركين به ومن يشرك لله فكأن ما صر من السماء فتخطفه الضير أو تغيي به الرح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل موسف ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والملقين الصلاة ومما رزقناهم ينففون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها أكلوا منها وأطعيم القانع والمحتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكون لن ينال الله الحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافر عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين مخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوام وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينسرن الله من ينسره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولهوا عن المنكر ولله عاقبة الأبور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قول نوح وعاد وثمود وقول إبراهيم وقول نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان لكير فكأي من قضية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عوشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في السدور ويستعدلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون وكأي من قضية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أنيتك فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكي الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوه والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغفة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحقو بينهم فالذين آمنوا عن الصالحات في ججنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأخذائك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم اقتلوا أو ماتوا ليرزق أنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخل أنهم مدخلين يرضون وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر أنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سبيع من بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتسبح الأرض مصدرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمنه وينسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرغوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكته ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى عدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكو بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلك النار وعدم الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها مما سضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو جتمعوا له وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقدوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لخضي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سبيع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله توجع أمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسئدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجه مل تابيكم إبراهيما وسمىكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم